اشتركوا في القناة وايضا ندعو بالرحمة والخلود لكل شهداء العراق جميعا وما ننسى أبناء الجيش الأبيض الباسل اللي أيضا صار لهم أكثر من سنة ونصفهم في مواجهة صعبة ضد جائحة كورونا والمتحورات الجديدة اللي لا سامح الله أن دخلت إلى العراق نبدأ حلقتنا من العناوين بعد الجدل بشأن تسجيل متحور كورونا في العراق وزارة الصحة تنفي تسجيل أي إصابة بالمتحور المئات يتجمعون أمام مقر بلدية الديوانية لإيقاف تغيير مخطط أراضي الشهداء والجرحة وأحياء في الموصل تفتقر لأبسط الخدمات حي الجوسق من الأحياء الراقية يواجه اليوم سوء الخدمات أو سوء الطرقات وانقطاع الكهرباء هذه العناوين والتفاصيل بعد الفاصل الله بالخير مرة أخرى الله بالخير رأفت الله بالخير رزم اليوم أنا جاي أريد أعرف أخبار منك نحن نبدأها بكورونا كالمعتاد بس رأفة دامة عند الخبر اليقين أكيد الحمد لله وشكرا أنه لحد العناوين فعلا أنه ماسة جنائي إصابة بمتحور جديد وبعدها مداخل أراضي العراقية كونه أنه أكو حذر من قبل الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الصحة العراقية صار لها فترة هي تعمل جاهدة خاصة بالمنافذ الحدودية ونحن الكل يعرف أن حدودنا مع التماس مباشر مع دول سجلت إصابات بالمتحور الجديد اللي هو الأوميكرون لكن لحد الآن الحمد لله وشكرا أنه ما أكو لحد هذه اللحظة ما عندنا أي حالة وإن شاء الله الأيام القادمة أيضا ما تكون عندنا حالات لكن هي مو سهلة هي مو سهلة هي مو سهلة لابد أنه يدخل لنا شأنه ما أبينا أنه هو راح يدخل يدخل لكن أنه نحن علينا بهذه الأيام وخاصة الأيام الأخيرة من سنة 21 فنحن مقبلين على مناسبة كبيرة واللي هي توديع سنة واستقبال سنة أخرى ورأس السنة الميليادية اللي راح يكون يوم 31 والكل يتجمع والكل أن يروح حفلات وكل يروح مهرجانات لكن نتمنى أنه أخذ الحذر من قبل كل الناس اللي راح تطلع واللي راح تروح واللي راح تكون موجودة بهذه التجمعات الكبيرة البس كمامتك وحاول تبتعد قدر الإمكان من الناس اللي بالقرب من عندك إذا لابسين كمامة أو ما لابسين كمامة والشي ثاني أنه ياريت 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 فعلا أنه نكون حريصين على أنفسنا وحريصين على البلد بشكل كامل أو بشكل عام حتى أنه ما نخلي هذا المتحور يدخل العراق يعني أي شخص مثلا أنه أنت كنت مسافر أو كنت بسفرة سياحية أو علاجية أو أي شغلة كانت في الدول اللي سجلت متحور مثلا لبنان مثلا بقية الدول الأخرى أنه نتمنى أن نتسوف حوصاتك قبل لا تجل العراق مو والله أنه عدك بداية أعراض ويلا خلي أروح عادي بالعراق ما رح يحاسبوني أو عادي فلا ونزأ فلو عادي لا لا تقول فلو عادي لأنه أنت رح تشيل خطيئة العراقيين كلهم يعني أنت إذا جيت بطيارة رح تعدل اللي بصفك واللي موجودين ياك بالطيار ورح تدخل كادر المطار ومن ثم أنه تنتقل لخارج المطار السائق أو غيره وتوصل إلى عائلتك شكه شخص رح تلتقي بي أنه أنت رح تنقل العدوى وتنقل الإصابة وبالتالي أنه أضربهم في عشرة دولة لأنه كل واحد بيهم بنفس اليوم رح يلتقي لها بأكثر من عشرة بعائلت على أقل بعائلت على أقل وبالتالي هذه العدوى رح تنتشر لا سامح الله فاللي نتمنى أنه شوين نكون حريصين على العراق أولا ومن ثم على أنفسنا لأنه أحنا وده أوجه وأقول هذا الخطاب لكل الناس اللي موجودة بالدول اللي سجلت إصابات بالمتحور الجديد يا رب بردا وسلاما على العراق وإن شاء الله الأيام القادمة تكون مستمرة بالأفراح والمسارات كون أنه نحن هذه الأيام نحضر لاستقبال 2022 وإن شاء الله تكون سنة خير لأنه ده أشوف الكثير من العراقيين أدهم شوية نوع من الأمل والتفائل كون أنه هو رقم مكرر ما أعرف يعني ما أهشك يعني تعرف أنت عشرين وواحد وعشرين مرات ما معقول كل السنوات ستمر تعيسة عشرين مرات على الكل واحد وعشرين مرات أتعاس عسى أو لعل أن 2022 تبشر بالخير إن شاء الله يربطون حال حال بقيت السنين لا أرجوف أرجوف يأكبر أنت أول تلعام والعام قلت لنا موزين أنا أشوف أنه هالسنة لا إن شاء الله إن شاء الله هو تفائل وبالخير تجدوا خلينا مثلا أحيب أن ندخل برجلنا اليمية عسى أو لعل نكون هي بادرة خير ويتغير حالنا يعني من حال إلى آخر ودائما نقول إن وحد الدعاء دائما رأفة يبديها بموحد الدعاء فعلا نحن ممكن نحتاج إلى توحيد الدعاء من أجل أن نمر بكل الأزمات اللي مر بها العراق والعالم وعلى رأسها موضوع كورونا نأكد لكم مرة أخرى أنه أمو كورونا لحد الآن ما وصل إلى العراق رغم تخوفنا لأنه إحنا محاطين بدول مجاورة وصل إلها لذلك اليوم مزارة الصحار رادة تنفي أو تؤكد عدم دخوله وتنفي بعض الأخبار التي قالت أنه هناك أمو كورونا في العراق المتحدث باسم مزارة الصحة دكتور سيدة البدر كان عنده بصالة صوتية لكل من يسمعنا لأنه أحيانا ممكن يقول لك أنتو تحشون مو من مصادر رسمية هذا مصدر رسمي يأكد هذا الموضوع لكن خلينا نحافظ على ما موجود حاليا هذه الأيام احتفالات كم ما متك واللي ما ملقح يروح يلقح حتى في الأيام أيام العطل والمناسبات رح تبقى المراكز الصحية والمستشفيات مفتحة من أجل أي واحد عنده حسب الجدول لقاح اليوم يروح يلقح مثل الورد وما عندنا سبيل آخر غير اللقاح الجرع الأولى أو الثانية أو سواء الثالثة التعزيزية حتى نخلص من كورونا وسوالف إن شاء الله على بداية 22 أنفي بشكل رسمي وقاطئ كل المعلومات التي تنتشر بسرعة مع الأسف ويؤسفني أن بعض وسائل الإعلام وبعض الشخصيات الإعلامية ناقلتها عن ظهور إصابات بالسلالة الجديدة هذا الخبر عارع عن الصحة وأن فيه جملة وتفصيلة لم تسجل أي إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد أوميكرون في العراق والجهة الوحيدة المخولة بتأكيد التشخيص من عندما هو مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد وهو مختبر اتحادي مرتبط بدارة الصحة العامة لم نسجل أي إصابة في بغداد أو في المحافظات كما يتردد مع الأسف هذا الكلام غير صحيح رغم أنه أمر ممكن ومتوقع ظهرت الإصابات حتى في دول مجاور العراق إذن هو أمر ممكن وساعة اللي يكون تأكيد للإصابة سوف نعلن ذلك بشكل رسمي كما فعلنا سابقا مع سلالات السابقة فاللي أرجو من حضراتكم يا أخوان يعني أنا عشرات الاتصالات والأسئلة ترد عن نفس السؤال سجلتم في فلان محافظة يا أخوان إذا ما أعلننا ذلك بشكل رسمي ما يحتاج حتى أنه أنفي أنا أتمنى من حضراتكم أن نقتصر على الصفحات الرسمية والمجامع الرسمية لوزارة الصحة وهي معروفة لكم وكذلك الصفحات الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء سواء كان في فيسبوك أو تيليغرام أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ونعلن ذلك بشكل رسمي لكم وأنتم كما عاهدتمونا أنه إحنا أي مستجد مهن يعلن في هذه المجموعة ونعمم على حضراتكم وكلكم إعلاميين محترفين إن شاء الله وأصدقاء وزملاء أعزاء فأرجو من حضراتكم اعتماد المصادر الرسمية المخولة فقط للمعلومة ولا داعي لأرباك المواطن في هذه الظروف يعني نشوف أخبار متضاربة فهذه تشوش المواطن قد تثير قلق ما إلى داعي أنا لا أقلل من خطر هذه الجاحة لا الخطر موجود ومستعدين للتعامل مع أي احتمال كما نؤكد لكم وأحنا دائما أي مستجد مهم بين الحضراتكم بشكل مباشر وشكل صريح ونحن نعتمد سياسة التعميم على جميع وسائل الإعلام في نفس الوقت في هذه المجموعة الرئيسية اللي بها أهم وسائل الإعلام المحلية العراقية والأقليمية والدولية فأرجو من حضراتكم يا أخواني اعتماد المصادر الرسمية حصان طبعا بعض الأخوة بعض الزملاء ربما أحد الأطباء يعني يتكلم عن رأيه الخاص يتكلم عن تجربة يعني مختص في أنا شفت بعض الأخوان يعني مختص في مجال الفحوصات المختبرية أو عن يعني آراء الخاصة محترمة أكيد لكن بالنهاية هذا يمثل رأيه حتى لو كانت ربما هو موظف في وزارة الصحة هذا ما يعني كلامه هو كلام وزارة الصحة يعني أستغرب من بعض الوكالات اللي تستعجل تنسب رأيه شخصي لوزارة الصحة هذا مو صحيح الظروف حساس ونحن نمر في حالة أزمة صحية كل العالم حقيقة ومن أهم الأمور في هذه الظروف هو اعتماد المصادر الرسمية للمعلومة ولا يوجد داعي إلى أن نرهق عقل المواطن بكثرة العواجل وسجل هنا وسجل هناك لا يا أخوان في حال تسجيل الإصابة بكل بساطة نعلن ذلك لحضراتكم إن شاء الله الصحة والسلامة والعافية للجميع وتحياتنا وإن شاء الله العام المقبل نحتفل بالسنة الجديدة وإن شاء الله هذا الوباء ما موجود طيب إذن إحنا ما عدنا خلاص إلا اللقاح وما عدنا خلاص إلا ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان تعرفون أنه حاليا نحن جاي نمر بأيام أعياد ناس رح تطلع خارج منازلها وناس رح تتجمع في منازلها اللي يتجمعون أتمنى أنه أي واحد يشعر بعلامات بسيطة يقول أنه أنا من يضيل بس كمامته أتمنى أنه إحنا نكون حريصين على نفسنا وعلى عوائلنا جاي تشوفون أنه وزارة الصحة جاي تحاول قدر المستطاع رغم يعني صعوبة الإمكانيات صعب أنه وزارة الصحة توفر كل ما يمكن توفيره سواء في المستشفيات أو في حتى شفنا بارحة مثلا من صلاح الديني اللي تابعوا أنا حلقة أمس أنه كانت هناك سيارات متنقلة حتى توصل للناس إلى منازلهم للأرياف وللقرى وبعض المدن وتلقحهم من أمام منازلهم تعاونوا مع الجهات المعنية كونوا حريصين حتى نعبر هذه أزمة كبيرة أزمة صحية وما نعرف أوميكرون أو غير ممكن يكون هناك متحور قد يكون أشرس من المتحورات الأولى وبعدين نحن نقعد ندور على ما يصنعون لقاح جديد وعلى ما نقتنع بالموضوع فنكون فقدنا أرواح كثيرة فقدنا كثير بعشرين وواحد وعشرين يا رب نبدأ 22 بداية صحيحة الكل يتعاون سواء بالكليات بالجامعات بالمدارس بالدوارة الحكومية بالشوارع بالأسواق بالمولات نحن كنا مسؤولين أمام الله والوطن والضمير والناس إن شاء الله يكون هناك بداية جديدة خالية من كورونا والأمراض الأخرى طبعا هم عتبنا على البعض للمواطنين لو وزارة الصحة ما مفرد اللقاحات لو كمية اللقاحات قليلة جدا أو لناس معينة كان نسوينا نحن من الناس كان عرضناها في برنامج المدينة وقعدنا أنه يابع مناشدات والناس تشكي والناس تريد لقاحات ولازم تزيدون الجر ونحن حتينها ونحن حتينها في البداية من جدي قليلة وشفنا أنه أكو إقبال بدنا نطالب الوزارة بأكثر من اتصال هاتفي مع سيد دكتور سيد بدر أنه ذكرنا أنه بنالهم زيدوا وفتحوا مراكز أكثر وفتحوا مراكز أكثر وجابوا واستوردوا واشتروا وصار طلب كثير على بايزر يا بجابوا بس بايزر لماذا أنه لا نذهب شونا يمنعنا مثلا هذه الشائعات والخوف اللي بعدنا مصدقين به اللي ما يكتب على الفيسبوك وبوقيت المواقع أنها والله يموت أو بعد كم سنة ما تعيشون بس سنتين أو مثلا هيا كلها خرافات هيا ما المفروض يصدقوها احنا المفروض أن يكون عندنا عقل اللي هو الله سبحانه وتعالى نطانيها وأوصف النايب الجوهرة هذه الجوهرة لازم نعرف شو نستخدمها نعرف الخطأ من الصح هذه ملايين العالم زين مئات الملايين بالمليارات إن استخدمتها شو ما ماتوا هذه الحالات الفردية اللي صارت بسبب أمراض أخرى بسبب أمراض مزمنة أنه صارتها حالات الوفيات القليلة اللي هي ما تتجاوز الأصابع اليد الوحدة هذا محسب علينا نحن اليوم أن نكون واعين أكثر والروح اللي ما ما أخذ ولا جرعة أنا أنصحك وأقول لك نصيحة أخوية روح وأخذ الجرعة الأولى وحجز على الجرعة الثانية وأحنا هس اللي ما أخذين جرعتين دعنا ننتظر الجرعة الثالثة ولو باستطاعتنا أنه هس نأخذها هس نأخذها لكن الوقت هو اللي محددنا واللي هو ممكن نواقف عائق زمني بيننا وبين الجرعة الثالثة الجرعة الثالثة لضمان حياتك أكثر وأيضاً لتعزيز مناعتك بشكل جيد الروح للديوانية والديوانية أيضاً بيها معانات كبيرة جداً وهالمعانات هاي هم يعني الأكثر من هذه المعانات هم أصحاب الشهداء أو أولياء أمور الشهداء وأيضاً أصحاب الجرحة اللي عندهم جرحة بالمعارك اللي موجودين واللي الحكومة المحلية في الديوانية انطجهم قطع أراضي وعدد الأراضي هاي ما يتجاوز الألف قطعة يعني تسعمية وشوية زين انطجهم ووزعت لهم أراضي قالت لهم أنه هذه حصص الجرحة والشهداء لكن بعد أيام جدت الدوائر المعنية مثل منتمثل بدارة البلدية أو غيرها من الدوائر الموجودة في المحافظة وقلت لهم وإحنا لازم نغير هذا المخطط وبالتالي بدأت تلغي المساحات الخضراء المدارس والمجمعات الطبية وغيرها من الأمور طيب ليش هذه منطقة سكنية راح تصير يعني ألف بيت ما معقولة أنه ما يكون بي مدرسة ما معقولة أنه ما يكون بي مجمعات طبية ما معقولة أنه ما يكون بي مثلاً أمور أخرى ساحات خضراء ومتنزهات المفوضة أن تكون منطقة متكاملة حالها حال بقية المناطق لكن للأسف أنه إحنا عدنا سوء التقطيط وسوء الإدارة الموجود هو ديدفعنا ثمن كل هذه الأخطاء وأن الناس الفقرة اللي هم ديدفعون ضربة هذه الأخطاء أكثر من عائلة عشرات العوائل أن تجمعوا أمام مبنى مقربة الديوانية يطالبون الجهة المعنية بالعدول عن قرارهم واسترجاع الحصة الكاملة لهذه المنطقة حتى تكون منطقة نموذجية وبشكل كامل ومرتب رح نشوف التفاصيل وبعدها نرجع لكم السلام عليكم ورحمة الله نحن اليوم هنا نتجمع جرح الجيش العراقي من أخوانكم جرح القوات الأمنية وعوائل الشهداء وجرح الإرهاب وجرح العمليات العسكرية يجينا نطالب الإعلام الحر أن يرفع الضيم والحيف عنه كوننا استلمنا قطع أراضي بس هذه القطع الأراضي ما مخدومة وهذه القطع الأراضي بالطمر الصحي والمحاضة الصادقة على 900 قطع وبعد وراها صارت أمور غير أمور يعني قاموا يستقطعون من القطع والأراضي كمعالم كجامع كمدرسة كمستوصيف فنطالب الإعلام الحر أن يوصل مظلوميتنا أن يرفع الحيف عنه أن توصل هذه الصورة لكل مسؤول بالدولة يعني اللي صار بنا كمستوصيف مدرسة وأخرون عندنا زين هنا عدنا احنا أطفال عوالي الشهداء عد أطفال عوالي الجرحة عدها أطفال هاي لازم يعني جامع عدنا لازم عدنا مستوصيف لازم عدنا متنزة لازم عدنا يعني فتخة خدمات يعني والقانون يقول الجريح وعوالي الشهداء لك رمنا عندنا جميعا لازم يستلمون قطع عراضي بها خدمات وكاملة وإحنا هنا بمنطقة جدا بعيدة عن مركز المدينة وهذا يكون مخالف القانون إحنا لا نريد هذه القطعة أريد المنطقة وين وزع مثل ما وزع لهم مركز المدينة يمطينا حقرة بسم الله الرحمن الرحيم اليوم محتصمين هنا بمقاطعة عوائل الشهداء في محافظة الدوانية مشكلتنا وهي بخصوص أن الطونة مكان لا يليق بهذه التضحيات بعوائل الشهداء والجرحة في الطمر الصحي الطونة هذا المكان لا يليق بهذه الدماء التي ضحت من أجل العراق التي حررت العراق والمشكلة الثانية فوق ما طونة بالطمر الصحي شالوا المعالم الخدمية من عدة من مدارس ومراكز صحية ومناطق خضراء وحتى السوق الموجودة في هذه المدينة بالتصميم الأساس شالوها 100% لأنها مؤسسة الشهداء تقول أننا لم نرفع إلى 900 اسم بس 900 اسم رفعنا وطينا إلى عوائل الشهداء المصيبة تحولت إلى 1250 من الاستلام هاي المنطوها أكيد نباعد أكيد أخذتها ناس متنفذة أكيد سماسرة بالفلدية تنفذت على هاي قطعة عوائل الشهداء والجرحة طيب شاهدنا عوائل الشهداء والجرحة اللي موجودين بمحافظة الديوانية واللي أيضاً الظاهرة أمام مقر بلدية الديوانية طيب ليش لحد هذه اللحظة أن المحافظة أو الحكومة المحلية ما عدلت عن قرارها ليش أنه شن المنتظري مثلاً شن اللي تردو هذه المساحات الخضراء اللي شلتوهن من المخطط اللي موجود لهذه المنطقة أو المدرسة اللي شلتوها وزعتوها أراضي ألماً يعني هم عددهم 980 طيب إش قد تريدون سوئوها ألفين حتى المنطقة تكتب حتى أن المساحة تقل يعني هم أش قد منطين هم أنتم هل ستدع نجي ندقق يعني نفوت بتفاصيل هذا الموضوع ما تتجاوز المئة وخمسين متر طيب مئة وخمسين متر وأنتم تلغون منها المساحة الخضراء وتلغون منها المدارس والمجمع الطبي وغيرها من الأمور على مدد أن تزيدون بها منازل يعني ما صايرة تريدون فتحوا غير مناطق حتى توزعوها ليش أنه ذولا 980 أنه تضايقوهم حتى بهذا المكان اللي خصص إليهم واللي للحكومة انتت يعني مو مننا من واحد هذه حقوقهم انتوا شهداء من أجل تربط الوطن يعني معقولة أنه شهيد يروح ما عنده قطعة أرض ما عنده بيتي يسكن به لو جريح فقد أحد أطرافه من المصابين اللي عدنا موجودين هو لحد هذه اللحظة الحكومة أو الجهات المعنية ما قدرت أن توفر لهم منزل يسكنون به لأن أغلبهم قاعدين بالإيجارات نتمنى أنه شوية من الحكومة المحلية اللي موجودة في الديوانية تعدل عن قرارها وترجع الخطة أو المخطط الرسمي لهذه المنطقة مثل ما كان بدون إلغاء أي شيء من عنده وبدون زيادة قطعة أراضي سكنية لناس يمكنهم لا أصحاب عوائل يعني لا أعوائل شهداء ولا من الجرحة اللي موجودين عندنا في هذه المحافظة ماكو بالدنيا واحد يسوي مخطط ويرجع بعدين يلغيه خاصة المخطط مع أي منطقة سكنية المفروض أنه أنا حتى موضوع مجاريها الكهرباء مالتها الماي الإنترنت هساسار جسورها المدخل الخروجية فالمدارس هاي أساس والمركز لا أصحاب المدرسة يعني خاصة أنه بألف بيت طبعا هذا الألف بيت ألف عائلة ألف طفل طيب ذول الألف طفل ورحة دلسون ممكن أكثر يعني يسا كل عائلة وكثنين تاتي نحن نقول على كل عائلة واحد ومدرسة هاي نحن نقول ابتدائية المفروض روضة وابتدائية ومتوسطة السعدادية ممكن نرحون شوي ما يكو شكال مركز صحي لازم لازم خاصة إذا هاي قد تكون منطقة بعيدة عن المركز أو عن المستشفى هذا المخطط ها إحنا نحكي عنه إحنا بالعراق نفتقد للتخطيط ماكو تخطيط ومن نخطط ممكن نخطط صح ونجي إحنا ليلة ويوم نغير التخطيط كله ممكن إحنا نتفق سابسة حتى على طلعة معينة إحنا نطلع أولا ثانيا ثالثا بلحظة واحد نطي رأي ونغير بعدين نفكر أننا نخطط غلط لأننا نحن عدنا كذا وعدنا كذا الطريق كذا هذا سوء التخطيط هو رجعنا إلى الواقع يعني هم مثل ما خططوا ووزعوا منطقة حي الأنصار اللي صار بها الانفجار اللغم أو الصاروخ اللي هو في الديوانية هم منطوها قطع أراضي ووزعوها للناس وبدون تخطيط وبدون معرفة أنه جنس هذه التربة أنه صالحة للسكن ما صالحة للسكن لا يدرون ويدرون ووزعوها وقالوا ترى هنا أنا أكو ألغام المفروض هو التخطيط شي يقول التخطيط يقول تنظيف المكان إذا كان به هو مخلفات حروب تنظيف هذا المكان وبعدين أسكن أو أبني إحنا منازل إحنا سوينا بناء المنازل وقالوا ترى هي أكو ألغام وأكو أشياء صواريخ غير منفلقة فعلا إحنا غياب التخطيط التخطيط ضروري لكل شي هل هذه المنطقة حتى بناء المستشفى يعني قبل أنا أنا يمكن حاجة أتهب في يوم من الأيام قبل من ناردون يبدون المستشفى يحطون قطع لحم في أماكن متفرقة منه هي لتعفن آخر شي هي هذا المكان الصالح اللي هو يكون قريب على الشمس يعني اتخيلوا أنتوا إحنا وين قبل أجدادنا كانوا وين حاليا إحنا منفكر المفروض المستشفى يكون على طريق بعيد عن الإزحامات بعيدة عن الضوضاء على الشارع الناس كانوا يتقدر توصل لها بسهولة ويسور قريبة على الناس هذا الموضوع بالعراق إحنا بدينا شوي شوي مع العلم أن إحنا عدنا وزارة للتخطيط إحنا موضوع التخطيط مفتقدي في هذا البلد بكل يعني حتى مثلا الوزارات كل وحدة كوزارة وزارة التربية ما عدتها تخطيط للسنة الجاية وزارة الصحة ما عدها هسا المفروض إحنا نهاية سنة بداية سنة جديدة هل عدنا خطط إحنا العالم كلها تحط سنوية نروح إلى الحلة وهذا هو أيضا يعني نتاج عدم التخطيط سنة من السنوات قالوا تعالوا للمحاضرين أو للخريجي تربية وآداب تعالوا كلكم صوروا محاضرين مجانين إحنا أقل من سنة نعينكم تقال لي بعدين شفنا إحنا عداد صارت كبيرة طالبوا بالتعين وبعدين أكو ناس عينوهم وأكو ناس ظلوا عقود وأكو ناس ظلوا مجانين وهذه صالهم أكتر من أربع خمس سنوات هما هما عالة على المجتمع حقيقة في حين إحنا محتاجيهم فاليوم المحاضرين اللي موجودين في الحلة الظهروا أمام مديرية تربية الحلة احتجاجا على عدم إنصافهم هما عقود المفوض يتجدد عقودهم إحنا ما عدنا فلوس ما جددنا العقود وبقوا حاليا في مهب الريح لا هما لمسرحيهم وقالوا لهم روحوا دوركم غير شغل وهذا مستحيل كل واحد عنده بالقليل أربع خمس سس سنوات وأحيانا عشر سنوات خدمة في العمل يمكن التطوعي ولا هما قالوا لهم ترى إحنا رح نعينكم من سنة جاي لأن يعرفون إحنا الميزانية إحنا ناس عاليا عايشين على الكفاف وأصلا وزير المالية قال إذا اعتمدنا على النفط في هذه العشر سنوات أو بهاي العشر سنوات إحنا رح نسرح الموظفين فهي حيرة وإحنا في دوامة كبيرة نشوف جانب من هذه التظاهرة ونتمنى أن يكون هناك إنصاف للمحاضرين مو في الحلة فقط في بقية المحافظات وعدتوهم أن يتم تحويلهم إلى عقود ويتمتعون بما يتمتع بأي موظف المفروض توفون بهذا الوعد وهذا العهد لأن فعل الناس تعبت وقدمت كل ما تستطيع تقديمه للوطن ولمدارسهم إحنا اليوم نريد نوصل صوتنا أنه يثبت عقد وبعديا يعيننا لأن هذا واجب على الدولة إحنا خرجنا اليوم الريد تثبيت للعقود الطلاء المدرسين وكلها تريد تثبيت للعقود اليوم إذا ما ثبته عقودنا إحنا إنه آراء أخرى نسوي تصعيد أكبر من هذا التصعيد نغلق دوائر شنسوي نسوي بعد تخرج عن دينا لأن إحنا تعبنا الريد تعبنا الريد حولونا عقود مثل باقي الوزارات على 413 و450 وغلتنا حالنا حال هاي العقود اللي داي يستمرون بالتربية وباقي الوزارات يعني والله يا ابن عمي يعني حدشي هواي وتعبنا يعني يقولون فلوس ماكو خليشوفون برنامج أحمد البشير وشوفون هاي المليارات هدت الباك مليارات على حدت الباك بدأ يجون وراء المحاضر ها ماتين وخمسة وثلاثين ألف ماتين وخمسين خليشوفون هاي الباقي الموظفين هاي الملفات الفساد يجون على المحاضرين شنو مضالبنا يشبلون نفس ما شبله واخوتنا بالتعليم العالي بالصحة بالكهرباء قرار 315 سلم قرار 315 ماليا وإداريا تجي المن هاي هسا أغلب المحاضرين حقوقهم مهمشة يومية وعود كاذبة رغم أنهم أيضا ظروف الصحية يعني إحنا ما نتمنى تكون هناك طباهرات أو اعتصامات كورونا وعند خطية الشباب حتى ما لابسين ودينة باردهم ما لابسين الكمامات والجو بارد أيضا هذا أيضا يأثر بشكل كبير ونهاية سنة وبداية عام جديد ما المفروض أنه إحنا نمر مثل هكذا أيام ومثل هكذا ظروف لكن هم مجبورين لأن يقول لك الناس إحنا خلصنا عمرنا كله ندايا ونجي كروه وهم قاعد يقدمون خدمة محتاجين يعني التربية لو تردون ترجعون للتربية نقول إحنا محتاجين المحاضرين بس وزارة المالية ما عندها هذا الموضوع لازم على رئاسة الوزراء تحل خلص حسم هذا الملف بإقرب فرصة كل المحاضرين من حقهم أنه يتعينون وأتمنى أنه يصير تخطط للسنوات القادمة إحنا عندنا الخريجين بعد المفوض أنه إحنا خلص نكتفي كم سنة اكتفاء يصير عندنا وتحويلهم إلى غير إلى غير مؤسسات إلى غير دوائر إلى غير وزارات ما رح أنه يقدرون يحولونها لغير مؤسسات وغير دوائر لازم أن يفعل القطاع الخاص طبعا لازم كل الطلاب الذين يتخرجون كلهم يردون تعيين على ملاك الوزارات طيب إذا الوزارات اكتفت إذا عدنا حسب التقارير الماضية أنه عدنا أرقام مخيفة موجودة على ملاك الوزارات طيب شو رح نقدر نسددهم من ميزانية الدولة ونحن البلد الوحيد بالعالم اللي مخصص 85% من ميزانية الدولة أنه بس رواطب موظفين طيب شلون أنه رح نقدر نعيش بالبقية السنوات القادمة وشلون أنه رح نقدر نحل هذه القضية نتمنى أنه إذا موضوع موازنة فنهاية شهر أو نهاية سنة وأقوة جرود فنتمنى تأملوهم وتطوهم وعد أنه على بداية شهر الواحد تجددون لهم عقودهم حتى أن تكون ضمن موازنة عام 2020 نتمنى التوفيق لجميع المتظاهرين إن شاء الله أنه تجدد عقودكم وما تبقون بهذه الحيرة والأيام الصعبة اللي تعيشوها الروح للموصل الموصل حال حال بقية المحافظات العراقية أيضاً ما ترتاح ولا لهم من الليالي بسبب المعاناة وبسبب سوء التخطيط وسوء الإدارة وعدم الاهتمام بالناس اللي ها قلنا الحمد لله وشكر أنه بعد 2017 رجعوا وتنفسون من جديد لكن للأسف أنه الهمال يبدو أنه مثل ما كان بالسابق ويمكن أكثر مدينة الموصل اللي كانت بها أحياء راقية جداً للأسف أنه اليوم أصبحت حالها حال بقية الأحياء الفقيرة المتعبة اللي أنهكتها أيام الحروب ودخول داعش إلى هذه المدن حيل جوسق من ضمن هذه الأحياء الراقية واللي كانت بأماكن جميلة جداً لكن للأسف أنه راح نشاهدها من خلال تقريب المصور شوفوا تخسب بالطرقات وأيضاً الناس اللي راح يتحدثون عن انقطاع تير الكهرباء المستمر صيفاً وشتاء وأيضاً تراكم المياه الآسنة ومياه الأمطار داخل هذا الحي لعدم وجود أي تقديم للخدمات من قبل الجهات المعنية منطقة حاوة جوسق الجانب الأيمن لدينا هذا الشارع مآسي هاي صار له أي من قبل هذول إصابات داعش الحد أن هذا الشارع ما حسوا سيارات فلشت مدارس يروحون يجون طامسين بلو حال إيلي هنا يعني لمتى هذا الشارع يضل ليش ونريد يعني من الحكومة أنه يبلطوننا شوارع والله من مطرت من مطرت الدنيا الله وكيل الأطفال قاموا يقعون بلقاح يروحون على المدارس وسيارات فرد مرة يعني ألا أطلتين ذاك اليوم سيارة هي وعوايل كلها هاي فترة طوية وتعرف الحي صار جبير جوا وشارع كله نكسر يعني ما نودي الكروة ونجيبها إلا ينقطع قلبنا لو على الصناعة لو على البنشارج حاوي الجوسق هذا مشكلة من الأزل بأنه الشوارع بمعدومة نهائيا وخاصة هذا الشارع اللي يدي إلى حاوي الجوسق طبعا هذا الشارع هو يتمر بيه إتريالات يتمر بيه لوريات يتمر بيه سيارات مدنية ونهائيا ما كو أي تخطيط عمراني به يعني المفروض هذا لما يكون تبليط ويجب يكون تبليط مثلا مسلح مقاوم للسيارات الحمل إضافة معمل الصب الكونكريت اللي موجود عيشتغل بالمجرس صندوقي منطقة الجوسق والطيران والغزلاني أيضا هون يهمن يعني الناس زدتوا شمنتو زدتوا صب كونكريت غادوا يخففون من الزخم يخففون من التسات بس ما عفيد أي نتيجة به نحن منطقة حيات جوسق حيات جوسق نحن الناشط المسؤولين الطيبين الناس الطيبين ينظرون إلى هذا الشارع هذا والله بهدنا بارحة والبارحة والفيضانات وكله طسات يعني ما يكلف حتى ما يكلف هذه التكلفة مسافته حيل قليلة بس تبهدلنا من وراء وخط مع المدارس مع الطلاب يعني متبهدلين حيل متبهدلين يعني نحن وضعيتنا كثيف يعني صراحة نشوف تقع الشوارع مدارس زين أخويا يعني طل عندنا أطفال يعني أشن كبار السن تحكشوف هي وضعية هاي هاي ما هو وضعية وضعية بلد يعني أنه هاي كثير باع هاي المنطقة عسكرية يعني كلنا عسكرية وحاني منظومنا مع داحتي يعني أخويا شهيد بالداخلية يعني نريد مطالبنا لا كهرباني زين لا خدمات زين لا يعني وضعية تعباني حي يعني طلعتنا وفودتنا وروحتنا جيتنا ذاك اليوم هالله كيلة أمي راحت مني أنا طلعت حاج جيتنا ايداً كسرت ايداً كسرت يعني بزاح لقد انفسرتين مور هالطينات هذا كل يوم ابني طفل جاي طينات صاف يعني هاي وضعية بلد هذه يعني إلى متى نبقى نشاهد محافظة اثنين وبشكل عام وبتحديد مدينة الموصل بجانبها الأيسر والأيمن بهذا الوضع المأساوي اللي صار اثنين هم عايشين به طيب هذا نرجع نذكر مو بالأيام السابقة أنه نشاهد كثير من المؤتمرات اللي تقام في العراق وحتى خارج العراق من أجل إعادة إعمار المدن المدمرة بسبب دخول داعش وعلى رأسها مدينة الموصل واللي خصصت إلها مليارات الدولارات طيب ممكن نسأل سؤال ولياريت أن الجهات المعنية تجاوبنا حتى ذات تأخذنا على قد عقلنا الفلوس اللي خصصت لهذه المدينة من قبل الدول المجاورة اللي كانت من ضمن صندوق النقد الدولي أو من صندوق إعمار العراق أو غيرها من التسميات اللي موجودة ممكن واحد يفهمني أنه وين راحا على شنو نصرفنا شنو اللي سويتو أو شنو اللي قدمتو بنيتو جسور بنيتو مستشفيات بالموصل بنيتو مدارس شنو اللي جبتو جبتو لهم أجهزة مثلا طبية مثل المفرس مثل الشاع النووي غيرها وفرتو لهم محطات وقود حكومية حتى أنه ما تصير بها أزمات بلطو لهم شوارع بنيتو مجمعات سكنية عوضتو الناس اللي بيوتها تهدمت بسبب العمليات العسكرية بالجانب الأيمن وبالأيسر كل شو ما سويتو لحد الآن مشاهدنا أو ما سمعنا أنه واحد انطو تعويض يعني أنا فيتش الأيام اللي مضت يعني من 2017 لحد هذه اللحظة أنه رايح كثير للموصل ودائما ما يكون عدد شغل بها أنه أشوف مثلا شارع الساعة والكل يعرفه والكل يندلت مبلطين الشارع أوكي مبلطين ومسوين الرصيف ومنا ومنا الأبنية كلها مهدمة المنازل المحلات العمارات طيب ما فكرتوا أنه شوان بعد شوان هذا اللي يريد يبني الرصيف مفكرتوا بالمجاري اللي موجودة كلها أكيد مفكرين بيها ومجرد أنه نحن صبغنا الرصيف وبلطنا الشارع اللي هو مساحته معرفة يمكن أقل الكيلومتر وأيضا نسوينا بها في الكي صغيرة ونصبنا بها تمثال يعني ما معقولة أنه هذه المليارات تصرف على مشاريع سميها تافة بهذه الطريقة نتمنى أنه أرجع على المبالغ المخصصة لميدينة الموصل وفعلا نشاهد إعمارها بشكل جيد حتى أهالي الموصل يرجعون يعيشون حياتهم مثل ما كانوا عايشيها في السنوات الماضية واللي كيف كانت واللي ما يدري خليه يروح يبحث على الجوغل على الجوغل على اليوتيوب وأيضا يشوف جمال مدينة الموصل ومناطقها وأحياءها الراقية بشلون كانت النباهية أو زاهية بصورها بالحدائق اللي بيها لكن للأسف أنه هسا اتدمرت ومثل ما شاهدنا أحد الأحياء خلينا نختمها شوي بشيء إيجابي يعني نقول نهاية سنة فنحاول قدر الإمكان يعني عسى ولعل أنه نفتح للأمل باب للسنة القادمة تعودنا من شركة زين أنه هي تدعم الشباب يعني احنا صارنا فترة نحكة أكثر من مرة قلنا الشباب الشباب ما فد يوم سمعنا أنه هي ما فد شيء خص المرأة اليوم شركة زين سوت شيء فقط يختص ب خدمة المرأة وإنصاف المرأة عدها مشروع اسمه رائدات هذا البرنامج يهدف لتدريب النساء اللي عدهم مشاريع الرائدات حتى يعني يكون لهم دور في المجتمع البرنامج هذا طبعا اجه بممول من السفارة الفرنسية بالعراق وبدعم من شركة زين وتنفذ مؤسسة المحطة لريادة الأعمال جابوا أربعمائة امرأة من بغداد والبصرة وكم محافظة أخرى كان مشروع طبعا كبداية وبعدها أعتقد رح يكون هو على بقية المحافظات كانت هناك دورات مكثفة سمرت لمدة ثلاثة أشهر سمعوا بها للنساء لمشاريعهم وجعموهم بطريقة ما حلو هذا الموضوع أنه هذا أيضا يفتح الآفاق لكثير من السيدات اللي يبحثون عن عمل من الممكن طالما المشروع في بدايته أكيد زين رح تفتح الآفاق لبقية النساء في بقية المحافظات هي فرصة على النساء انتهازها خاصة المحتاجين يمكن نحن هواية شباب يقدر يشتغل أي شغلة حتى في شغلة مدخص أو موالها علاقة بشهادته لكن النساء شوية صعبة حتى خروجهم شوية صعب من منازلهم فممكن أنه هذه الأعمال تتوفر إليك وأنت في منزلك بدعم من شركة زين نشوف ناخذ نبدأ عنها إن شاء الله يكون هناك آفاق أكبر لكثير أو لمختلف الشراح العراقية وبالتالي هذا هو التعاون هذا هو المساعدة هذا هو التكافل والتكافأ والتعاون بين أفراد المجتمع إن شاء الله يا رب خير ومبروك على الأربعمية النساء وأتمنى أنا حقيقة أنهم يعرضون مشاريعهم على مواقعهم الخاصة النساء حتى يكون لبقية النساء تحفيز وتشجيع حتى كل واحدة تقول حتى في منزلي أنا أقدر أشتغل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حتى يمكن أفكار جديدة ينطي إلهام لكثير من مو بس النساء وأنما لكل أفراد المجتمع إن شاء الله يا رب تلما قلت لكم السنة القادمة تكون أفضل بكثير من السنوات السابقة خلينا نتفائل بالخير خلينا نحط خطط وأهداف ما نقول شبيرة بسيطة على قدنة نحققها في بداية الأشهر الأولى وبالتالي هي تنفتح كل الأفاق إن شاء الله بالسنوات الجاية ونقدر نحقق ولو جسء بسيط من أحلامنا هذا كل ما كان عندنا اليوم فيه للمدينة نتمنى دائما نلتقى على الخير والمحبة والسلام وعلى وطن سالم ومعافوة ومنتصر في ملا إذن وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم إلى اللقاء